شروط أكيد في موانع أيضاً لتحصل البركة دكتور سالم نعم نحذر منها يعني لو فضلتك تذكرنا بيها الموانع المعاصي المعاصي يقول نبيه صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه كذلك أيضاً حب الدنيا وكرهية الموت صار تعلقنا بالدنيا أكثر كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تتداع الأكلة الأقاصعتها قالوا من قلة نحن يوم إذن يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل إلى آخر الحديث قالوا بماذا؟ قال حب الدنيا وكرهية الموت الآن أنا متعلق بالدنيا أريد أن أستمتع بها كثيراً أريد أن أشعر بجاهي بمنصبي بافتخاري باعتزازي بنفسي أمام الناس فصارت يدي تمتد إلى الحرام إذن من موانع البركة معصية الله سبحانه وتعالى أتريد أن تعصيه في أرضه بما أعطاك من نعمه ومن خيراته وأن يبارك لك في عفيتك وأن يبارك لك في ولدك وأن يبارك لك في عمرك وأن يبارك لك في وقتك لا الله سبحانه وتعالى يفتح هذه الكنوز والخيرات لأهل طاعته لأهل مرضاته سبحانه وتعالى إذن من موانع البركة معصية الله سبحانه وتعالى من موانع البركة حب الدنيا وكرهية الموت من موانع البركة الغش والخداع سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما الآن في الشركات التعاملات التجارية أنا أبحث كم حققت من الأرباح والعبرة ليست بكثرة الأموال العبرة فيما وضعه الله عز وجل في هذا المال من بركة فالنظرة تختلف الرؤية للمال تختلف هو يرى أن سعادته أن لديه الكثير من الأموال لكن المؤمن سعادته أن الله يبارك في القليل فيصير القليل ببركة الله سبحانه وتعالى كثيرا ويصير الكثير ببركة الله عز وجل فيه الخير وفيه المنفعة كذلك من موانع البركة الربا الذين يأكلون الربا إن الذي استاعي الله عز وجل يقول في القرآن الكريم حق الله الربا ويرب الصدقات لا الله سبحانه وتعالى يريد مننا أن نتعامل أن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم هذه الأشياء تمنع نزول البركة لأن الإسلام يدعون إلى الرحمة كيف أنا من تلكم أو ذاكم الرحمة العظيمة وأنا أتعامل مع أخي بالرباء المدين الذي لا يجد مالا يريد أن يجري عملية جراحية مال يريد أن ينفق على أولادي كيف يوسع الله عز وجل علي كيف يقضي الله عز وجل حاجتي وأنا لم أيسر على الناس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الرحمون يرحموا الرحمن رحموا من في الأرض يا ورحمكم من في السماء كيف أستجلب أو أطلب رحمة الله وأنا مع الناس أعاملهم بالنقير والقطمير صحيح وأنا أضيق على الناس كيف كل ذلك لا إنني عندما أطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى أكون رحيما بخلق الله سبحانه وتعالى قلب الله إذن كيف يمكن أن أكون أو تكون أو يكون أي إنسان مباركا هو ذاته فضل الدكتور سالح الإنسان الذي يبحث عن البارك يجب أن يكون عبدا ربانيا يجب أن يكون عبدا خيرا إذا أردت كما كان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول وجعلني مباركا أينما كنت قال وأصاني بالصلاة والزكاة ما دم تحية هكذا تكون مباركا كن من المنفقين كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا وربنا يقول في الحديث القدسي ابن آدم أنفق أنفق عليك عندما تطعم اليتامة وتكس الفقراء والضعفاء والأرامل الله عز وجل يبارك في مالك سيدنا النبي كان يقول إيه سلاس أقسم عليهم وكان يقول ما نقصت صدقة من مال الصدقة لا تنقص المال صحيح ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح حشاتا وهذا بها إلى جيراني والفقراء قال نبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى ذلك ماذا بقي منها قالوا يا رسول الله بقي كتفها وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأكل من كتفها فقال صلى الله عليه وسلم هم يقولون إلى رسول الله الباقي كتفوها يا رسول الله لا أجل أن تأكل منه فقال صلى الله عليه وسلم لقد بقيت جميعها إلا كتفوها يا سلام الشاهد الذي أنفقته عند الله هو الباقي ابن آدم مهما يحصل من الدنيا لن يقنع أبدا